في رد فعل قوي على التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة أجرت كوريا الشمالية عددا من التجارب الساروخية الباليستية في منطقة الهادر هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكوريا الجنوبية قالت إن بيونج يانج أطلقت هذا الساروخ طويل المدى باتجاه البحر الشرقي في الوقت الذي من المقرر أن تنعقد فيه محادثات قمة بين كوريا الجنوبية واليابان وفي بيان لها أكدت يول أن قواتها تحافظ على موقف الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة والحذر رئيس كوريا الجنوبية يون سو كيول أطلق تحذيرا لبيونج يانج بأنها ستدفع ثمن نشاطها العسكري غير القانوني الذي تمارسه مطالبا قوات الجيش بإجراء التدريبات المشتركة وبشكل شامل للحفاظ على الاستعداد لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الولايات المتحدة الطرف الثالث في المعادلة الكوري يابانية أدنت بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية وصفة ذلك التحرك بأنه سيعزز المزيد من التوتري في المنطقة استفزازات من كوريا الشمالية في مقابل تصريحات وتدريبات مشتركة في منطقة شبه الجزيرة الكورية ما يجعل الأمر متوهجا بين الإحجام والإقدام على حرب لن يكسب فيها أحد سوى الخاسر الأقل